نستكمل الحديث عن الفصل الثاني من مقرر العلوم العامة فصل الفيزياء الموضوع السادس الكهربية الساكنة أهداف الموضوع المفروض بعد ما تدرس الموضوع ده تصبح قادر على أن تعرف الكهربية الساكنة تصنف المواد وفقا لتوصلها للقهرباء تستمتق طرق توليد الكهربية الساكنة تفسر قانون كولوم نشاط نشاط بقول ماذا يقصد بالقهرباء القهرباء هي وجود أو غياب الشحنات القهربية وجود أو غياب الشحنات القهربية وهي نوعين قد تكون قهربية ساكنة عندما تكون الشحنات القهربية ساكنة من اسمها قهربية تيارية عندما تكون الشحنات القهربية متحركة نشاط آخر كيف يمكن الحصول على القهربية الساكنة كيف نحصل على القهربية الساكنة في أكثر من طريقة للحصول على القهربية الساكنة أول طريقة بالدلك الدلك إن الجسمين متعادلين من مادتين مختلفتين يحدث ما بينهم احتكاك أو دلك تنطق الإلكترونات من أحد الجسمين إلى الجسم الآخر بحيث تكون عدد الإلكترونات المفقودة من أحد الجسمين يساوي عدد الالكترونات المكتسبة للجسم الآخر وبالتالي يكون شحناتهم مختلفتين ولكن متساويتين في المقدار يعني عند ذلك جسمين مختلفين هيحدث انتقال الالكترونات من الجسم الآخر بحيث يكون عدد الشحنات المفقودة يساوي عدد الشحنات المكتسبة الطريقة الأخرى باللمس اللمس ده أن جسم متعادل يلمس أو نقربه من جسم مشحون هذا التلامس أن بعض الالكترونات أو الشحنات الموجودة على الجسم المشحون ستنتقل للجسم الآخر وبالتالي سيكون من نفس نوع الشحنة ويكون مجموع شحنة قبل التلامس مساوي لبعضه الطريقة الثالثة لانتقال أو توليد القهربية الساكنة التأثير لا يحتاج دلك ولا يحتاج تلامس بين الجسمين ولكنه أنه موجود جسم غير مشحون قريب من جسم آخر غير مشحون هذا القرب يسمح بانتقال بعض الالكترونات بين الجسمين وبالتالي يحدث انتقال الشحنات يبقى التأثير أن الجسم لا يلامس الجسم الآخر ولا يحدث ما بينهم احتكاج أو دلك ولكنه يوجد قريب منه هذا الجسم بنتيج كربه هيؤثر على الجسم الآخر بحيث يكتسب شحنات معاكسة للجسم المشحون عند الطرف الآخر المجال الكهربي المجال الكهربي هو منطقة افتراضية محيطة بالشحنة الكهربية يظهر فيها تأثير القوة الكهربية نشاط بيسألك ويقولك ماذا يحدث عند اقتراب جسمين مشحونين من بعضهم ماذا يحدث عند اقتراب جسمين مشحونين من بعضهم ده قانون كولم هو لفصلنا الكلام ده عند اقتراب جسمين مشحونين من بعضهم يتولد بينهم قوة يما تنافر أو تجازب تنافر في حال التشابه والشحنات أو تجازب في حال اقتلاف الشحنات القوة التجازب أو تنافر تتناسب ترضي ما حاصل ضرب مقدار الشحنتين وعكسي مع مربع المسافة الباصلة بينهم ود �Room كولوم هو لا يكتشف هذه العلاقة ما اكتشفها بس عند اقترب الشحنتين يتولى منهم قوة هذه القوة قد تكون قوة تجازب أو تنافر هذه القوة تتناسب عكسي مع مربع المسافة بينهم وطرد مع قيمة أو مقدار الشحنتين نشاط آخر لماذا تختلف المواد بتوصيلها للقهرباء؟ في مواد بتوصل وفي مواد متوصل شوفي مواد بتوصل بشكل بسيط إيه السبب؟ توصيل المواد للقهرباء تنقاسم المواد من حيث توصيلها للقهرباء إلى مواد موصلة ومواد عزلة المواد الموصلة تحتوي عليه إلكترونات حرة زي النحاس مثلا والحديد مواد عزلة لا تحتوي على إلكترونات حرة وبالتالي إذا توصل القهرباء زي ميم القشب في نوع تاني مواد اسمها شبه مواصلة شبه عزلة توصلها بسيط جدا 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 وديت بيسمو ايه اشباه المواصلات زي السيليكون زي السيليكون في مواد بقى فائقة التوصيل وهذه المواد بيكون اغلب الالكترونات بتاعتها حرة وبالتالي توصيل القارباء اجود من المواد السابقة ويحدث ذلك عند انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير جدا 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 يبقى فيه اربعة طول انتقال الحرارة اما اربع طرق فيه اربع انواع من مواد الانتقال الحرارة فيه مواد مواصلة مواد عزلة مواد شبه مواصلة مواد فائقة التوصيل في النهاية اكتب تقرير عما تعلمت من هذا الموضوع